اشتركوا في القناة في هذا البرنامج 30 قرار نتناول في كل يوم قرار جديد يوضح حلول تطبيقات عملية مستندة على القرآن الكريم والسنة النبوية والتراث الإسلامي وكذلك النظريات العلمية أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم 30 قرار اليوم عندنا قرار حلو وقرار شوية فيه طرافها لكن يحتاج إلى تركيز لأهميته وهو عنوان أنت أولاً طبعاً دائماً نقول حق الناس أنت أول خل تركيزك على نفسك خل أمورك على أنت شخصيتك بعض الناس يأخذ مفهوم أو منحة الأنانية أو تعزيز الفردانية أو الفردية عندك أن أنت بس فكر بنفسك وبس مهتم بنفسك نقول لا هذا هي هو الصح أنك تبدأ بنفسك وتبدأ بتعزيز الأمور الإيجابية عندك ومعالجة الأمور التي تبدو تحديات أو أمور سلبية وتهتم بصحتك وتهتم بتغافتك وتهتم بمنامك وتهتم بقومتك لأن دون أن يكون عندك اهتمام حقيقي بنفسك لن يكون هناك أيضاً اهتمام حقيقي بمن حولك حتى لو كانوا بصفتك وأهلك لأن الإنسان الذي لا يهتم بنفسه بالطبيعة لا يكون اهتمام بغيره والإنسان الذي لا يتعاطف مع نفسه لا يتعاطف مع غيره هي قضية سبحان الله مترتبة على شيء بعض الناس ينسى نفسه ينسى نفسه تماماً ونفكر فقط بالآخرين ونقول هذا إنسان ممتاز لا نقول هذا إنسان ممتاز في جانب لكنه بلا شك نسى جانب أو مضوع حلقتنا اللي هو أنت أولى فعلى الإنسان دائماً أن يبدأ بنفسه ويعلمها ويثقفها ويربيها ويعطيها الأمور الدينية والأمور الاجتماعية والتعليم وكل شيء ثم بعد ذلك إذا أراد وإن شاء الله أنه يريد ينطلق إلى الآخرين ويبدأ في التأثير عليهم لكن لا يمكن أن تعالج إنسان دون أن تعالج نفسك إحنا في دوامة الحياة أحياناً ننسى هذا المفهوم أنك أنت أولاً إنتبهنا ما نتكلم عن المفهوم الفردية والأنانية المقيتة الممجوجة لا إحنا نتكلم عن أن الإنسان يعني قبل لا يساعد غيره عليه أن يساعد نفسه قبل لا ينصح غيره عليه لا يبدأ بنفسه ويستكمل واستكمل يعني أمورها الإيجابية ويبتعد الأمور السلبية عندها يكون إن شاء الله قادر الآن أيضاً البعض يعني يرى يقولك يعني إحنا أقعد مدة ما خالط الناس وأبدأ بس بنفسي وإنشغل بنفسي نقول لا 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 إحنا ما نقول أن نعزل عن الناس نقول اهتم بنفسك وابدأ بنفسك وشوف شن اللي يفيد نفسك من ناحية الصحية ومن ناحية الوظيفية ومن ناحية القراءة والثقافة ومن ناحية المهارات ومن ناحية المرمادية التوفير كل هذا كل هذا مهم تبدأ بنفسك أنت لأنه حينما تستكمل هذا الأمر سيكون تأثيرها على آخرين سهل أن أنت ما نستعى نفسك لكن بعض الناس ينسى نفسهم في كل شيء سبحان الله وحياناً حتى بعضهم وهذا شيء جيد في ظاهره وإحنا ما نعنفه لكن نقول قبل ذلك ابدأ بنفسك أو أنت أولاً اللي هو الإنسان يكون في عمال الخير أو التطوع أو مع الناس أو يساعد الناس في حل مشكلاتهم ودائماً مع الناس منصرف ثم ينسى نفسه وينسى أن يعالج نفسه وينسى أن يسقي زرعه يعني هو يمكن يحب يساعد الناس ويمدهم بالنصايا وهذا ثم يعني ينسى نفسه فإحنا نقول دائماً غضية الانت أولاً ابدأ بنفسك واحد يقول زي شون نبدأ؟ نقولك ابدأ الله يرضى عليك في غضية أن أنت شوف نفسك أول شيء ابدأ بنفسك من ناحية الإيمانية ابدأ بنفسك من ناحية الدراسة المميزات اللي عندك سبحان الله كل إنسان الله عطاه مميزات فأنا أول شيء أعرف نفسي وأبدأ بنفسي قبل أن نتكلم عن المميزات الآخرين وقبل أن نساعد الناس في تطوير مواهبهم وقبل أن نفسي أبدأ أطهور مواهبي وأبدأ أن أعزز هذا الأمر عندي وأن أنا أمارس هذا العمل أنا حين خالد أبعرف شين مواهبي إذن فيه هناك فيه كتب كثيرة على فكرة المجال وفيه اختبارات نفسية موجودة على مواقع الإنترنت سواء مجانية أو مدفوعة الثمن إنسان ممكن يعرف نفسه أكثر ويعرف هو إلى أين يتميز وين مفهد أن يركز أموره طيب يبدأ يأخذ هذه الأمور ويطبقها على نفسه فعندما ينصح غيره ما ينصح من الفراغ بعض الناس من حسن نية يبدأ ينصح الآخرين دونه أن يمارسوا العمل ودونه أن يكونوا مرور في هذه التجربة لا إحنا مرين في تجربة هذه مثلا وأنا عرفت الآن كيف أطلع مميزاتي وكيف أطلع عيوبي ومسجدي كيف أركز على مميزاتي وأعززها وأقويها بحيث يكون هي تشيل شخصيتي وحياتي لما واحد يتكلمني عن العيوب أو المشاكل أو السلبيات أو الإجابيات راح أكون أنا إنسان جاهز لأن أنا بدأت بنفسي أولا فقويت نفسي فالآن أنا مستعدني وساعد الأخرين إذن قرارنا أنت أولا أهلا بكم أعزائي المشاهدين كما قلنا قبل الفاصل إحنا علقتنا اليوم وقرارنا لهذا اليوم في شهر رمضان مبارك أنت أولا أيضا أنك مفهوم جانبي لمفهوم أنت أولا اللي هم غضية إرضاء الناس الإنسان يحبه أن يكون مقبول عند الآخرين يعني كل واحد فينا يحب الناس يكون راضي عليه وهذا شعور طيب يعني تكونت راضي عن الناس أو الناس راضين عنك ويحبون يكونوا معك في معيتك هذا أمر جيد وحلو والناس ترضى باللسان يساعدها فأنت من باب كسب رضا الناس تساعد الناس تساعد هذا وهذا 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 وتحاول تحصل على رضا الناس قد ما تقدر وهذا أمر بطبيعة الحياة والتجارب البشرية وتراكم التجارب مستحيل تحقيق أن الإنسان يعني يرضي الناس جميعا لا بد هناك دام لك وحامد لك فإنسان لا ينصرف إلى رضا الناس كماما بحيث أنه ينسى نفسه كما قلنا أنت أولا لأن رضا الناس لا يمكن كما قلنا أدراكا ولا ينبغي لك أن تنصرف إلى رضا الناس ولا حتى أنت مؤمور بهذا الأمر على تساعه وعلى إطلاقه أنا أرضي الناس مثل ما كان هذا الأمر في وسعي مثل هذا كماما الأمر أقدر أسويه وبسطعتي أن أعمله لكني أنا أنسى نفسي هذا الأمر وحاول الناس تقبلني وحاول الناس تحبني وحاول الناس تكون أنا جداب عندهم وأن أنا إنسان دائما حبيب وهذا هذا أمور طيبة جدا لكن دون أن يكون هذا على حساب صحتك ولا حساب وقتك يعني فيه أشخاص والفكرة أظنى فيه كتاب عن موضوع كلمة لا أنصحكم ببحث عنه وقراءته أنه كيف تقول لا للناس في بعض الناس في سبيل سعيه الحتيث نحو أخذ رضاهم وقبولهم له يمتنع عن قول كلمة لا وبالتالي يعدهم بالتالي عندي شغلة حاضر أبي منك ولا شغلة يحاضر أبي توصل إلى مكان فلاني حاضر 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 انتبوا جماعة هي غضية يعني ميزان عندنا وعندكم أن الإنسان يساعد الناس بما وسعه ذلك دون أن يؤثر هذا على باقي حياته يعني مثلا عندي فلوس قليلة بس كفيني أنه وعيالي ما قدر أن أتفرع فيها أو أتصدق أو أعطي شخص آخر أساعده سأل فلأن هذا أنه محتاجه أنت أولا كما قلنا فقضية قول الله بعض الناس يستنكف أن يقولها يرى أنها قاسية ويرى أنها يعني مو حلوانة بالحق الناس طلبني والله أقول الله لا أقول الله إذا ما تقدر له يعني كما قيل إياك وما يعتذروا منه يعني لأن كما قلنا أو معروف أعطي في الحياة أن تقول الله في البداية أسهل من تقولها في النهاية يعني أنك تقول لا وإن أقولك نعم من أحسن من أقولك والله إن شاء الله أبشر تبي مني محاضرة أو عندي شغلة أو عندي دوام فما قلت أقبل أن يقول الله اسمح لي والله هذا مو حلوة الأول يقول لا أنا ما أقدر أعطيه أحد كل واحد والله ما يريده مرة ثانية نقولها جماعة أنت أولا اسعى أنك تساعد الناس ليس تبغي أنه وراء يرضون عني وشوفوني أنا ممتاز لا أنا أساعد الناس لأني أنا أود أن أساعد الناس وعندي قدرة لكن إذا في عندي ظروف عائلية أو ظروف دوام أو ظروف صحة أو ظروف مشغولية أو حتى ما لا يخلق أسوي الشغلة لا أعد الناس ما يصير أولا هكذا الناس إن شاء الله إن شاء الله يتعلم قول كلمة لا وهي قل يعني كلمة طبيعية إحنا ما تعودنا عليها مرات ممكن من أدبنا وهذا لما نقول فاش لا أقول الله أو عيب لا لا أقول له كل الله فلان والله طلبك لا يراسل بس والله ما مول أقول له لا أسمح لي بغسوة لا أقول الله بطريقة مؤدبة طريقة محببة لقادم الأيام عصر الله يرسر بس خلاص هو يتقبل شخص الأخر لن تقول له لا هي مرة مرتين وصير عملية عملية سهلة جدا فإحنا ما نتكلم عن استغلال الناس لكن مرة ثانية أنت أولا لكن أيضا ما يتعارض مرة ثانية معه إن يساعد الناس بس إحنا نقول ما أسعى إلي رضى الناس على حساب صحتي أو على حساب وقتي أو حساب ظروف العائلية هذا ما يعني في قضية أنت أولا أنت أبدأ في أمورك أنت الشخصية والعائلية وكل الأمور تمام عندك الآن فضل من وقت وفضل من مركب وفضل من مال ديكسة أنت يساعدك أن تصدق يعني كما جاء في الحديث يعني من له فضل يعني مال فليعود به على من له من له فضل وظهر يعني سيارة أو مركوب فليعود به يعني خلي يرجع إلى اللي ما عنده ظهر هذا مطلوب أنك تساعد الآخرين واللي عنده وقتة الآخرين واللي عنده قضية جسمانية يساعد الناس أن يشيلون هذا أمر مطلوب بس أول شي من له فضل الفضل في اللغة العربية هي الزيادة فإذا عندي زيادة في اللغة زيادة في المال ديكسة أقدر أساعد الناس بحسب وسعي لك قبل ذلك علي أن أنتبه نفسي لأني أنا أولا وكذلك أنتم أعزائي المشاهدين أنتم أولا شوفكم إن شاء الله باتشر مع السلامة شكرا